حياكم الله إلى أولى فقرات هذه الأمس يا مشاهدين كرام حيث يتميز طلاب الإماراتيين بالابتكار وتميز في مشاريع التخرج سواء من حيث اختيار الألوان أو المحتوى المطروح وفي مشاريع التخرج هذا العام من جامعة الشارقة كانت لضيوفنا اليوم في الاستوديو بصمة رائعة بفكرة وتقديم مشاريعهم نتعرف حضراتكم مشاهدين الكرام على مشروع أو عن مشروع الإمارات بين الماضي والحاضر للطالبة بشاير ضافي راشد المري ومشروع يد واحدة للطالبة مها محمد السويدي أهلا وسهلا بكم نبدأ بضيفتنا من قطر قطرية أنت في جامعة الشارقة بشاير شو تخصش حدثينا عنك؟ أنا تخصصي جامعة الشارقة وإن شاء الله على وجهك التخرج بإذن الله بإذن الله سنة الأخيرة يعني أو خلالي نقول الترم الأخير صحيح طيب مشروعك ما هو حدثينا عنه إذا سمحتيلي؟ مشروعي تكلم على الإمارات بين الماضي والحاضر وكيف أن الإنسان ما زال متمسك في الماضي يعني بعد التطور اللي صار فيه الإمارات وكيف أن الإمارات دولة متطورة بس ما زالت متمسكة في عداتها وتقاليدها وتراثها فتكلمت عن المشروع وطلعت الإمارات سابقا وقارنت بينها بين الماضي وبين الحاضر سواء في المباني والعمران سواء في الزي سواء بالأكلات ما زالت الأكلات وما زال الزي نفسه ما تغير مهما توصلت من عمران ومهما توصلت من تطور ما زال متمسكين فيه صحيح لكن أكيد طلعت المشروع بشكل يعني معين أحنا بندخل في التفاصيل صحيح احنا هذا العنوان حقيقتك صحيح لكن التفاصيل بنغوص فيها إن شاء الله بعد قليل مهى عزيزتي ما هو مشروعك في أي سنة أنت في جامعة الشارقة وش التخصص؟ أنا مشروعي هو مشروع يد واحدة أنا تخصصي قسم العلاقات العامة في جامعة الشارقة كليت الاتصال أنا في السنة الأخيرة بتخرج عنها الكورس مشروعي يتحدث عن طلبة ذوي الأعاقة في جامعة الشارقة مهما وأنا قمت بجامع آراء الطلبة اللي عندنا في جامعة الشارقة وسوتيهم مقابلات عرفت شو الجامعة تقدمهم من الخدمات وشو الصعبات اللي واجهتهم وشو الاقتراحات من يطورون الجامعة الشارقة ويعني توصلت لفكرة أني أسوي فيلم لتطبيق يخدم الطلبة ذوي الأعاقة في الجامعة يرشدهم لمرافق الجامعة بكل سهولة ويسر فقط الطلبة اللي في جامعة الشارقة ممكن يطبقونه مثلا إذا حد بغاية تطبقها الفكرة في المدارس ممكن تطبيقها الفكرة في أي مؤسسات إذا حبت تطبق الفكرة عندهم بس أنا مشروعي متخصص في جامعة الشارقة لدوي الأعاقة نعم أعود إليكي بشائر جامعة الشارقة أكيد كان لها دور في دعم مشروعك والإشراف عن المشروع حدثينا عن دور جامعة الشارقة في دعم مشروعك تحت إشراف الدكتور شيخ سلطان الغاسمي ما قصر معانا بكل سبل التعليم وكل سبل أن نحن نطلع مشاريعنا كطلبة تكون بعلى المراكز لأمانة لا ديكاترا في كليتنا وبالذات دكتور محمد يوسف في كلية الاتصال مش مقصر معانا وكذلك مشاركة معحد الشارقة للتراث ما قصر معانا كطلبة في جامعة الشارقة من نوع اللي يساعدوننا من نوع اللي مسهلين علينا من نوع اللي يتواصلون شو يصيرون المشروع بالذات لما تكلمت عن الإمارات في الماضي صار عندهم أن لازم نعطيك صور دقة عالية نعطيك بيانات عن تراث الإمارات قديما وشل أشياء لازم أركز عليها لأن في بعض الأشياء الناس على بالهم أنه مشتركة بين الخليج كتراث ولكن تراث الإماراتي فيه أشياء تميزة عن غير من تراث نعم نحن بنتكلم على كيف بلورتي المشروع ما هوها جميلة نكون عندك معلومات عن تراث الإمارات قديما والمقارنة بين القديم والحديث لكن كيف ترجمتي كيف أخرجتيه على أرض الواقع لكن دعني أعود إلى مهة مرة أخرى مهة أيضا جمعة الشارقة كان لها دور في الإشراف حدثين عن إشراف جامعة الشارقة دكتور كان يشرف على كتر رحلي يعني كان يقدم لي اقتراحات شو أسوي أتواصل يمنوه وكان في مركز المواد لذوي العاقة موجود في الجامعة ما قصر يعني حتى دعم رعا المشروع مالي يقدم للأجهزة سمح لي أن أستعير الأجهزة التي تقدمها لجامعة الشارقة لذوي العاقة يعني يسمحوا لي أني أنا أقابل الطالبة ذوي العاقة كلهم يعني وأسألهم أسئلة شو الخدمات تقدمهم شو الصعوبات شو الإختراحات يعني وضع كل شي ساعدوني في الجامعة نعم طيب بشاير أنت استعنتي بمصادر عدة ليس كذلك صحيح اللي تكون لديك معلومة عن إمارات قديمة يمكن أيضا ساعدتي من معهد الشارقة للتراث صحيح أنا كطالبة جرافيك ديزاين دائما أواجه ثعوبة بدقة الصور فلما أنا أتكلم عن مستقبل الإمارات الحمد لله كلنا نعرف المستقبل كلنا نعرف الحاضر اللي نحن فيه نعم بتوفر لنا الصور بدقة عالية ولكن الماضي يكون صعب أن ألقى صور بجودة عالية وبدقة عالية للتصميم كطالبة جرافيك ديزاين في التصميم أواجه ثعوبة هذه إن لو أبي سوي التصميم مالي يكون فيه ضبضب على الصورة أو ما تكون دقة عالية فلما أروح المصدر التراث في الشارقة اللي هو معهد شارقة التراث ألقي عندهم صورة صور قديمة لما دخلت عندهم في الأرشيف يعني شفت صور أنا ما كنتعرف عني مارات صراحة كمستشفى قديم كأماكن قديمة وشنو كان الزيق قديما وكيف كانت دقة الزيق إن حتى الخياطة اللي كانوا يستعملوها أشياء دقيقة إنه مش متوفرة إلا عندهم فأخذت صور من عندهم أخذت الزي الخليجي والزي الإماراتي اللي مصنوع من أيدي إماراتية يعني نساء كبار في السن نين يومنا هذا أهما يخيطون هالملابس وكيف القطع تجيهم من الهند لأن القطع نفسها تكون كلها بشغل إيد يعني كانوا أهما ماخذين كل أشياء تخص التراث عندهم يعني الحمد لله على مساعدتهم لي كطالبة يعني يعني أعطوني أشياء كثيرة فصار الماضي عندي سهل الماضي سهل كنت متصعبتها كنت ما أقدر أن ألقى صور وكلما دخلت للإنترنت ما ألقى شيء ساعدني لكن لما رحت عندهم كانوا متعاونين جدا وحبين أنه فيه بنت بالجيل هذا تخذكر نحب التراث نحين تحب تسأل عن التراث وتبي ببيانات فكلش كلش ما قصروا يعني هما ساندونين آخر يوم في المشروع كيف ترجمتين في صورة مشروع؟ يعني أخذت الإمارات حديثا لقزي قديما وقال انتهى بالإمارات حديثا كيف كانت الترجمة؟ كيف نفذت الفكرة؟ أول فكرة تكلمت عن البنيون كيف كان البنيون قديما وكيف كانت العمارات وكيف كانت مش العمارات نقول كيف كانت البيوت كيف كانت منطين وكيف كانت صغار وكيف حاليا ما شاء الله مباري الإمارات وصلت يعني صارت ناطحات سحاب يعني قبل كانت البيوت منطين وكانت صغار فسويت مغارنة فضو نفس فخديوة عبد الثالثة، من لدى اب نidedاء وغلق مبني الثالثةِ، خلقها مبني من لديا من إيد إلهي فضع مبني الثالثة we hold they land in Hamdock مثل بورت خليفة، مثل مباني في التباي أو الشارق في نفس اليد ولا في يد ثانية؟ في نفس اليد فكانت من تحت تكون الماضي وبينهم سحابة لأن المباني كانت صغيرة السحابة وفق السحابة تطلع لك أن ناطحات السحابة يقولون صح ولا لاحق الأشياء الكبيرة فحطيت أن المباني كبيرة وكيف كانت المباني الصغيرة وحطت أن مطر ينزل من يد الشخص من السحابة نفسها فكانت الفكرة حلوة وسميت هذه اللوحة أن صنع بأيدي إماراتية يعني ما شاء الله لما شفت الفرق بين كيف كانت وكيف صارت وكيف حالين نحن موجودين وكيف المباني الغديمة ما زالت موجودة في الشارقة شيء حلو شيء حلو أن تشوفين الناس قاعدة تتطور ونحن متماسكة في المباني الغديمة الحمد لله مهو حثيني على التطبيق كيف يتم الدخول لهذا التطبيق ما هي المحتويات أو الأيقونات الموجودة في التطبيق هو أول شيء هو عبارة عن فيلم لفكرة التطبيق أنا ما نفست التطبيق يعني في المستقبل إن شاء الله بأسوي التطبيق نعم هو الفيلم عبارة عن مثل التطبيق يكون مقاسم إلى اثنين طلب الدوي الأعاقة وطلب المستجدين تدخيل طلب يعني هو يكون متصل بالجي بي اس ويكون بالكلام يعني مثلا الطالب الذوي الأعاقة يكون مكفوف يقول افتح الطبيق يد واحدة وعقب قسم الطلب الذوي الأعاقة في قسم خاص بالمكفوفين يكون في كله بالكلام مثلا الطالب يقول أنا بروح مبنى رئيسي فيوصله عن طريق الكلام مثلا امشى على خط مستقيم بيكون جدامك باب يمفتح كامل سيدا خلف يمين او سيري سار تي اللي تطبيقوه وفي قسم ثاني للطلب الصم يكون الكلام عبارة عن مختصر الكلام يعني الطلب الصم يكون يختلفون عنه انهم ما يفهمون العبارات الطويلة ولا الفقرات بس تكون يعني يكون كلمتين بسيطة تكون الكلمات حسيتي ان الطلاب من ذوي الأعاقة هنجم عد الشارقة محتاجين له هكذا خدمة هي محتاجين لانا سويت مقابلة الطلب المكفوفين وقالوا نحن وايدا نضيع في الجامعة يعني ناخذ وقت لما نوصل للكلاس مبحاطينهم بين الكلاسات لوحة مكتوبة بطريقة تبريل عشان يدلون الأماكن فقال نحن وايدا نعاني من هذه المشكلة يعني لو ما وفرونا على الأقل حتى لو ما وفرونا التطبيق نحن نبا بين المباني يحطونا قطعة معدنية مكتوبة بطريقة تبريل عشان مثل ما نحن موفرين هالقطع ونحقمهم نفس الشي وفرو لهم بيئة مناسبة وفروهم هالقطع المكتوبة بطريقة تبريل عشان يعفوهم وين يروحون نعم إن شاء الله بتوصل رسالتك إلى المعنيين في الجامعة وبسيطة يعني هي إلا لوحة إرشادية يعني تكتب بطريقة تبريل سبرايل وتصل إن شاء الله للمكتوبين إحنا مشاهدين كرام بنستحبكم لمشاهدة الفيلم المصور لمشروع مها نتابع مها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذه الحلقة ومشروعيهما الخاص بمشروع التخرج في جامعة الشرقة ضيفتين بشاير ومها طبعا مها احنا شفنا فاصل مصور لهذا التطبيق من ساعدك في انتاجه او في انتاجه للفيلم في دكاترة في الجامعة انا قلته حق دكتور الساعد بدكتور هو ما قصو ياي انا كتبت له قلت له شو السيناريا وقلت له كيف يسويلي الفيلم ومو سوالي الفيلم نعم بشاير ليش اخترت جامعة الشارقة وانتي من قطر الشقيقة القرب الامارات من الدوحة نعم يعني انا من النوع اللي متعلقه في امي في وابوي في جدتي الله يرحمها فكان صعب علي اني انا ادرس في دول بره نعم وتخصصي جرافيك ديزاين كان متواجب جامعة واحدة عندنا في الدوحة فبدل ما اطول بعد سنة او سنتين لاني اجتاز الاختبار حق القبول فقدمت عجامة الشارقة وما شاء الله يعني قبلوني ودخلت التخصص اثبت نفسي فيه واذا اشتكت لهم يعني خميس جبعة سبت قريبة نص ساعة عندهم صحيح طيب نعودي لمشروعك من ساعدك في تنفيذ هذا المشروع الدكتوري استاذ محمد يوسف ما قصر معاي كان معاي خطوة بخطوة والاستاذ عبد العزيز مسلم مدير معحدة الشارقة للتورات وكل المتعاونين معامل وكلهم كانوا يتصام معاي يتواصلهم معاي كل ما يوصل لهم شيء كانوا يندوني نتعاري شو فيه هذا يخص التراث هذا شيء جديد واصل لنا اخذي فكرة عنه حق المشروع يعني هالشخصين انا يعني ما انسى وقفتهم معاي طبعا امي وابوي لما جوا من الدوحة بيوم مشروعي وقفوا معاي يعني من الصبح نين بالليل في تركيب اللوحات في تركيب الديزاين كامل وربعي طبعا يعني ما انثاهم يعني تحملوا نفسيتي وضغوطاتي اللي مشروع كان وقته صغير انتي عملتي مجسم؟ سويت مجسم من الفلين نعم مع معحد الشرغل والتراث كان في المقاوة يعني عادي كنا نوقف وحطينا الملكان كلها عن المباني القديمة سويتها فكان فترة المشروع جدا صغيرة كان ودينا انا اسوي شيء بعد احسن وشيء اكبر بس ان الوقت كان ضيق وكنت كل احاتي المشروع وابوي كون وهو الاول على مستوى الجامعة بس الحمدلله حاليا مرشح انه ياخذ المركز الاول على كليتنا طبعا نشوف مشروعك يلا الى مشروع بشاير مشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم من الجديد مشاهدينا مشروع ما شاء الله كبير مشاير صحيح انا اتوقعت مشروع صغير يعني لا لا ستين في تسعين لا لا مية في مئتين هذا شيء بسيط انا لو انه طوله وكان يعني ممكن خطر وكان كامل اعطوني ثلاث خيام الجامعة احلامتش كبيرة ما شاء الله انا من نوع احب اذا سويت شيء اسوي يعني توسع توسع بشيء فخم يكون شامل كل شيء سواء مشروعي سواء ضيافة سواء توزيعات احب كل شيء يكون كامل يعني كم خيمة انتي حط اعطوني ثلاث خيام وان الطالبة الوحيدة اللي خذت ثلاث خيم هو الحد الأقصى يكون خيمتين نعم فبعد ما انا تدخلت والدكتور تدخل انه انا عندي مجسمات كبيرة يعني اكبر من الخيمة فلازم انه تنشالي الخيم من فوق عساس ان المباني تطلع فالحمد الله تساعدوا معاي ومروا الدكاتور علي حتى يوم تركيب المشروع مروا علي بالليل وتم ويسافون معاي ويقولوا لي انه اعطيناتش ثلاث خيام بيض الوجه يعني لا تساوين شيء ويعني احنا نقول انه اعطينا هذل خيام وانتستاهلها وانتظروا وانتظروا نحن وشفنا المباني ممكن في الفيلم لا موجودة موجودة المباني الشاهقة ايوه كانت موجودة معاي مباني التراثية ومجسمات كان فيه مجسم المعرس الاماراتي نعم مجسم الام الاماراتية والمراهقة الاماراتية والطفلة الصغيرة نعم فحطيتهم بالزي اللي يلبسونه الزي الغديم الملبوسة طبعا هذا كله بشغل شغل ايدي نساء اماراتيات كبار في السن وقعت معاهم تعاقدت معاهم ولا شو لا قعت معاهم لانهم لازم يعلموني ان البنت شنو تلبس شنو الذهب المعين تلبسها الام شنو تلبس بعد الام لها عباء خاصة العباء اللي تكون خفيفة فيه تقارب بين تراثنا و تراث القطري نعم فيه تقارب تراث الإماراتي فيه تقارب بس ان الفرق انه زي الولد اللي هو الرجل الإماراتي و الرجل الاكتوري يقول لك كل شيء نفس الشيء حتى الذهب وكل شيء نعم نعم كلنا واحد كلنا صحيح دولة واحدة وكلنا شعب واحد والله الحمد صحيح الله يوفقش ان شاء الله احسنتي مهة واجهتش صعوبات حبيبتي في المشروع هي اول شيء في البداية واجهتلي صعوبات لما أسيأخذ موعد طالبات ذوي الأعاقة فكان فيه منهم يكونون ينسون الموعد ايسترعي اجلوني الموعد وفيه بعض صعوبات انه لما لما أسوي الفيلم خاصة كان مدتها قصيرة وايد يعني مشروع التخرج يعني يقال لوقت وايد لما واحد يشتغل فيه وكانت الفترة تصيرة خصوصا فصل الخريف تكون أكثر من الربيع فلازم نخلص المشروع في أسرع وقت وانتي قلت لي سنة أخيرة ولا سنة ثانية لا سنة أخيرة سنة أخيرة هذا المشروع الحين هل ناوية ان شاء الله عقب التخرج مثلا تطورينا إلى وليلي شو ناوية عليه ناوية يطبقونه في الجامعة يعني بدل ما يكون مكتوب بس مجرد فكرة يطبق في الأرض الواقع وأن حتى في المؤسسات المؤسسات الثانية تستخدم نفس الفكرة حق مؤسسات بكل مؤسسة تسوي خريطة للمؤسسة عشان تخدم ذوي الأعاقة وأبا بعد يعني يجمعون كل التطبيقات في تطبيق واحد نفس الجي بي اس مالطرق يعني يسوي نفس نفس فكرة طريقة الجي بي اس مالطرق يكون كل مؤسسة لها لين يعني الأجزاء اللي داخل المؤسسة أحسنتي أتمنى لكم التوفيق أنا جدا سعيت لوجودك لوجودك معي اليوم ومشاريعكم حلوة وانتوا ما شاء الله يعني نعوّل عليكم وعلى أفكاركم لبناء المستقبل وانتمنى نشوف مشاريع أيضا إن شاء الله فيه مشاريع جديدة إن شاء الله وعن التراث الخليجي كله بصفة آمة إن شاء الله بإذن الله نستمتع نجمع العربي والخليجي نعم شكراً مها شكراً بشاير الله يحفظكم إذا المشاهدين يا كرام متواصلين معاكم لكن بعد الفاصل